النهاردة في الجولة 25 من عمر صبقة الدوري المصري الممتاز الزمالك يهزم الاتحاد أسكندري بهدفين دون رد هدف البداية كان عن طريق المتقلق جداً ناصر ماهر في الديئة 28 وهو هدف جميل والهدف الثاني سجله السيف الجزيري في الديئة 58 هدف رائع اخر والروعة جت من تمريرة مفتاحية من عبدالله السعيد تمريرة ماركت عبدالله السعيد هنشوفها حالاً دلوقتي حاجة كده فوق الجمال بشوية ماعملاش بل عبدالله السعيد بسرعة دي اعادت الهدف مرة اخرى ده الهدف الاول اللي سجله ناصر مهر ده الهدف اللي تلغى بتاع زياد كباشة ده هدف زياد كمان تلغى كان فيه كمان هدف البواتنج اتلغى ايضاً ليه الاتحاد قلس خندري وده كان برضو هدف جميل من زياد كباشة هدفين للزمالك زي ما قلت لكم في المقدمة انه آآ ينعشوا امال الزمالك في التمسك بفرصة المنافسة على لقب الدوري ما ينفعش ابداً ان الزمالك يرمي الفوتة دلوقتي لسه فيه مباراة كتير في الدوري الممتاز ولسه الكلام كتير وكبير صحيح? اشتركوا في القناة